الآن نحن تحديدا في شارع الرئاسة هذا الشارع الذي يحتوي على القصر الجمهوري كما تشاهدون من خلفي حيث يتوقع أن تعقد يوم قد أولى جلسات مجلس النواب تلبية للدعوة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد ربما منصور هادي اليوم وصل أغلبية أعضاء مجلس النواب إلى مدينة سيئون هناك أكثر من 141 نائبا وصلوا اليوم إلى مدينة سيئون للمشاركة في جلسة الغد المتوقع عقدها يوم غد السبت هناك أيضا عدد من مسؤولين حكومة على رأسهم رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك وكذلك بعض الوزراء الذين وصلوا والمحافظي المحافظات الذين وصلوا إلى مدينة سيئون كما تشاهدون من خلفي هناك إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات منذ عدة أيام تبلغ اليوم ذروتها لحماية وتأمين هذا الإنعقاد الذي هو الأول من نوعه منذ تجميد عمل المجلس عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية هناك الكثير من المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذه الجلسة متعلقة بإقرار هيئة رئاسة المجلس وكذلك ريجان وأيضا فيما يتعلق ببرنامج الحكومة وإقراره خلال المرحلة القادمة أيضا هناك مثلما أشارت بعض المصادر أن جلسة مجلس النواب ستستمر لما يقارب ثلاثة أيام سيتم مناقشة فيها العديد من القضايا لم يكتمل بعد وصول كامل نصاب القانوني لعظام جلس النواب إلى مدينة سيئون لكن يتوقع أن يتم هذا الاكتمال خلال الساعات القليلة القادمة محمد يزيدي قناة بلقيس سيئون